انخفاض مضطرد في عدد المدخنين حول العالم خلال العامين الماضيين مقارنة بما كان عليه في الأعوام الفارطة انخفاض يصدق استشراف منظمة الصحة العالمية بانخفاض عدد المدخنين بنحو 1.27 مليار شخص بحلول عام 2025 أرقام يعتبرها البعض مبهجة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الفارطة فالعالم يواجه بالطبع كارثة رضمى بسبب التدخين والأمراض التي يسببها للإنسان على كل الكرة الأرضية وكل الدول وكل الشعوب معنية بهذا الأمر فعلان المنظمة الصحة بأنه عدد المدخنين ضعفة نوعا ما أو نقصة بالنسبة للخمس سنوات الماضية هذا بالطبع مفرح ومجد يسعدنا نحن كأطباء وكخصائيين بينما الكارثة الوهية ارتفاع عدد المدخنين في الدول الفقيرة والدول العربية بالأصح وخاصة عند المرأة في العالم العربي يرى بعض الملاحظين أن انخفاض حدد المدخنين عبر العالم يعودوا إلى استعمال السجارة الإلكترونية كألية طبية اعتمدتها بريطانيا مؤخرا لتحل محل السجارة العادية فما مدى صحة ذلك؟ هل التدخين عن طريق البخار أو لواء هذا يعني هو مفيد لكن ليس مفيد لكي أشجع أن يستعمله هو مفيد لمرحلة ما لننقص من أثر التدخين العادي تبغى عن طريق السجارة في أوروبا فهذا كذلك يؤثر جدا ويذر جدا ومهلك عند المدخنين أكثر من عند غير المدخنين فلذا نصيحتي لكل ما يشاهدون أبتعد عن التدخين تماما إن لم تستطيع أن تبتعد عن التدخين غير سلوك التدخين أبتعد عن السجارة لأنه فيها ميق تقريبا 1265 سم قاتل في السجارة فيها الطوليان، بنزان، أسيد سانيدريك، سيلفيريك الأسيد كلوريدريك، الأمونيون كل البنزين، القودرون فيها حتى القودرون تبغى فلذا أنصح كل المشاهد الكريم أبتعد عن التدخين يثير حضر استخدام السجارة الإلكترونية في أكثر من 30 دولة في العالم تساؤلات بشأن نجاعة هذا المنتج فيما تقيد استخدامه نحو 80 دولة بينما لم تسن بقية الدول أي تشريعات بشأن السجارة الإلكترونية التي تحذر منظمة الصحة العالمية من مخاطرها لاحتوائها مادة النيكوتين المذرة بالصحة